موسيقى 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 يلا نبدأ فقرتنا في الصحف العالمية النهاردة بصحيفة مرقى الأسبانية مرقى الأسبانية ركزت على فوز ريال مادريد 2-1 على إشبليا بفضل تزديد فينيسيوس طبعا جونيور فينيسيوس بيأدي أداء أكثر من رائع مع ريال مادريد وكتبت أو قالت أن تصدرت أو ريال مادريد تصدر الجدول الدوري بشكل كبير بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسه الجريدة كتبت تزديد من زهب طبعا فينيسيوس بيأدي شكل أكثر من رائع وكانت تزديدة فينيسيوس يمكن رائعة وكانت هي يمكن هدف الفوز على الفريق إشبليا اللي كان بيأدي أداء أكثر من رائع ولكن طبعا هدف فينيسيوس هو اللي أعطى الفوز والسلات نقاط غالية جدا لفريق ريال مادريد كمان الصحيفة اهتمت بفوز أتليتيكو مادريد على قادش أربعة واحد وإقصاء المنتخب الأسباني من كأس ديفيد للتينيس وجوائز ماركا وجوائز ماركا كمان عندهم هو ماركا طبعا بتعمل جوائز للأفضل في موسم 2021 هناك في أسبانيا وركزت على هذه الجوائز لسه في أسبانيا مع سبورت الأسبانية اللي كمان أكيد تحدثت عنها برشلونة برشلونة وكتبت منفس ديباي استعاد الهدف والثقة يمكن طبعا فوز كبير جدا جدا وفوز مهم جدا ليه برشلونة 3-1 الصحيفة اهتمت كمان بفوز ريال مادريد على إشبيليا 2-1 وتعزيز الصدارة في الدوري الأسباني وكتبت بينيسيوس يحسم وريال مادريد يفوز بالصدارة اهتمت الصحيفة زي ما بقول لحضراتكم كمان بتطورات صفقة فيران توريس وبرشلونة وكتبت فيران توريس مهاجم متعدد المراكز طبعا بالنسبة لخطة 3-4-3 اللي بيطبقها يمكن المدير الفني الجديد تشافي مع برشلونة نسيب أسبانيا ونروح لإنجلترا وتحديدا صحيفة ميرور سبورت الإنجليزية طبعا ميرور ركزت على تعادل تشيلسي والمين يونيتد واحد واحد في الدوري الإنجليزي وكتبوا الأولاد الكبار يبقون معلقين يعني طبعا بعد أن كسب منشستر يونيتد تعادل مفاجئ أمام تشيلسي طبعا اللي تابع المباراة كان فيه لقطة يمكن كان دايما مخرج المباراة يجيبها وهي كانت جلوس طبعا لوكاكو الدبابة البلجيكية على بداء على دكت بودلاء تشيلسي وفي الجزء الآخر كمان جلوس رونالدو على دكت بودلاء المان يونيتد والجريدة علقت على ده بشكل أن الأولاد الكبار يعني ينتظرون ويرقبون من خارج الخطوط كمان الصحيفة اهتمت بتأجيل مباراة توتنهام وبرنلي بسبب التلوج وطبعا وأكيد كمان أكدت على فوز منشستر سيتي على وستهام بنتيجة 2-1 ويمكن كان فيه إشادة ببيب جارديولا طبعا للعاملين يعني اللي تابع برضو المباراة المباراة بدأت بشكل الأجواء كان فيه طبعا غزارة في التلوج لكن ما بين الشوتين كان خلاص الملعب كله بقى تماما مغطى بالتلوج في خلال ربع ساعة بالزبط قدر العاملين فيه طبعا استاد الاتحاد فيه طبعا فيه منشستر انه بيزيل الملعب كله من هذه السلوج وكانت إشادة كبيرة جدا جدا من كل قائمين ومن الجماهير وكمان ببيب جارديولا لهؤلاء العمال اللي قدروا فيه يمكن دقايق معدودة انه يخلوا الملعب تاني يصلح للمباراة وكتبت يمكن عن الصحيفة كتبت على لسان بيب جارديولا عمال الملعب هم الأبطال الحقيقية طيب نروح لانجلترا ونروح لفرنسا وتحديدا جريدة لكيب الفرنسي لكيب الفرنسي ركزت على فوس طبعا فاريس سان جرمان على السان تيتينة الثلاثة واحد في الدوري الفرنسي وكتبت من الزهب والرصاص ده كان عنوان لكيب الفرنسية كمان اهتمت بفوز أولومبيك مارسيلي على تروا واحد صف وسعوده إلى المركز الثالث في الدوري الفرنسي وكتبت أولومبيك مارسيلي يتمركز لسه في طبعا فقرة الصحف تحديدا مع صحيفة كمان توتو سبورت نروح لإيطاليا سريعا إيطاليا ركزت أكيد على فوز نابولي أربعة صف على لاتسيو وانفراده بصدار الدوري الإيطالي أمام منافسيه طبعا الميلان والإنتر وأتالنطا وكتبت عنوان هذا نابولي لكننا لا نستسلم كمان اهتمت هذه الجريدة بهزيمة تورينتو أمام روما واحد سف وكتبت سقطة أمام روما طيب تورينتو ودرامة بيلوتي دعا على مستوى الصحف الإيطالية دعا على مستوى الصحف الإيطالية دعا على مستوى الصحف الإيطالية دعا على مستوى الصحف الإيطالية